اجتماع ضم وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية لبحث سبل الاستعداد والاستجابة لمواجهة فيروس كورونا الجديد بغية تحصين المجتمع الفلسطيني ضد هذا الفيروس الخطير والحيلولة دون انتشاره وضمان الجهوزية التامة لعلاجه من أجل التمع حول الفيروس الجديد فيروس التاجي الكورونا جمعنا هنا في وزارة الصحة وفي هذه القاعة كل من مدراء المستشفيات ومدراء المدريات وتواقم التوارع وتواقم التمريد من أجل اعطاء من التعليمات الكاملة والشاملة ومن أجل منهم توعية من خلالهم توعية للجمهور توعية للتواقم الصحية الأخرى من أجل وضع حد أن لا ينتشر مرض الكورونا عندنا في فلسطين وود إبلاغ المواطن الكرام بأننا في فلسطين لا تزال خالية من مرض الكورونا الأطراف المجتمعة تباحثت في مقر وزارة الصحة برام الله لإعطاء التعريف الرسمي للحالات المشتبه بها والمحتملة والمؤكدة إصابتها بفيروس كورونا بعد أن أصبح هذا الفيروس خطرا حقيقيا يهدد دول العالم مع ارتفاع نسبة الوفيات في الصين إلى 304 حالات فيما سجلت أول حالة وفاة في الفلبين هذا الاجتماع الهام يأتي من أجل نشر الوعي والتثقيف بكيفية الوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر في عدة دول في العالم لضمان الوقاية منه وكشفه وكيفية توفير العلاج الضروري اللازم لعلاجه والحيلولة دون تفشيه التوعية أمر ضروري ومهم وبالتالي يجب أن نوعي الناس بكيفية الوقاية منه الاجتماع أكد أهمية الدور التثقيفي في مكافحة المرضي من خلال اتباع الإجراءات الوقائية وتوعية الجمهوري وتأكيد دور منظمة الصحة العالمية بمراقبته ومتابعة المرضي واستعدادها لتقديم كل الدعم التقني والفني لمكافحة ومواجهة المرض في رصة لنفضائية النجاح رمضان اشتركوا في القناة